أن الزمن في الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الحكومة السابق سعد الحريري توقف عند موعد تسلمه رئاسة الحكومة في الحادي عشر من تشرين الثاني الفين وتسعة فالموقع يستعرض حياة الحريري منذ الولادة في الثامن عشر من نيسان من عام سبعين مرورا بمراحل حياتية عدة منها تخرجه من الجامعة وزواجه وولادة أطفاله واغتيال والده ثم انتخابه نائبا أول مرة وقيادته الأكثرية للفوز في انتخابات الفين وتسعة ثم وصوله إلى السرايا الحكومية هنا يتوقف الزمن لا ذكرى لخروجه من الحكم ولا لتركه البلد منذ مدة طويلة الموقع الذي جرى تأسيسه وإطلاقه عام الفين وعشر يحتوي على تفاصيل كثيرة عن حياة الحريري لكنها ذلك النوع من التفاصيل الذي تجده في مواقع الفنانين استعراض لهوايات الحريري البرجوازية الكثيرة من داخل مكتبه الذي يحتوي طبعا على علبة فاخرة من السجار يكافئ الحريري نفسه بها بعد يوم عمل طويل وصورة لرفيق الحريري تؤكد مضي الإبن على خطأ بيه وجهاز الماكبوك الذي لا يكتمل المكتب من دونه وهو يهوى هذا النوع من الأجهزة وفي المكتب أيضا استدلال على هوايات رئيس الحكومة السابق من قيادة الدراجات النارية إلى الطبخ وخصوصا إعداد الباستا فرياضة الغوص التي تكشف بحسب الموقع ولع الحريري باكتشاف العجائب وحل الألغاز وطبعا تظلل المكتب صورة كبيرة لتظاهرة الرابع عشر من أذار 2005 التي شكلت يوما مصيريا في حياة الحريري الموقع يعرض بعض الصور العائلية للحريري مع زوجته وأبنائه كما يؤمن التواصل مع مجتمعات الإنترنت من تويتر وفيسبوك حيث تحتل صورة كبيرة صفحته الخاصة على موقع التواصل يعلوها عنوان موقعه الإلكتروني أصلوب تشبه به رئيس الحكومة الحالي نجيب مقاطي الذي وضع على صفحته أن موقعه الإلكتروني الخاص سيكون قريبا في متناول المعجبين على المغنين والفنانين أن يتنبهوا جيدا إلى منافسهم الجدد على ألقاب النجومية